اشتركوا في القناة من يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بأكل اللحم في ذلك اليوم فهل يجوز ذلك الجواب لا لا يجوز السؤال الثاني بعض الناس يحتفلون في هذا اليوم يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام بشراء الحلوى لأبنائهم ليفرحوا بيوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز ذلك الجواب لا لا يجوز بعض الناس يقول نحن لا نحتفل بالحلوى ولا نحتفل باللحم وإنما نجتمع في المسجد في هذا اليوم لنتذاكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتذكر سنته عليه الصلاة والسلام في يوم مولده فهل يجوز ذلك؟ الجواب أيضا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ هذه سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح ولكن لماذا خصصتم هذا اليوم؟ إنه مولد الحبيب عليه الصلاة والسلام إن رسول الله قدوتنا وإن رسول الله سيدنا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ولكن عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا أن لا نفعل شيئا من عند أنفسنا لا بد أن نقتدي به فالسؤال الآن هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ بلحم أو حلوة؟ أو اجتمعوا في المسجد فتذاكروا سنته؟ لم يثبت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هل احتفل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا يجتمعون في المسجد وتذاكرون سنته وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنهم فعلوا ذلك إذن من الذي أنشأ المولد النبوي؟ الذي ابتدع المولد النبوي هي الدولة الفاطمية الشيعية حينما كانت في مصر فابتدعت هذا المولد ابتدعت عدة موالد المولد النبوي ومولد علي رضي الله عنه ومولد الحسن رضي الله عنه ومولد الحسين رضي الله عنه ومولد فاطمة رضي الله عنها ومولد لرئيس الدولة الفاطمية وأرادوا أن يشغلوا الناس عن بدع الشيعة التي أخرجوها للناس آنذاك إذن فالقرون المفضلة كلها لم تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ابتدعه الشيعة الفاطميون الباطنيون لكن بعض الناس يقول كيف تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده وقد سئل عليه الصلاة والسلام بماذا تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس قال أصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولدت فيه ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم والشاهد هنا أنه قال عن يوم الاثنين يوم ولدت فيه فقد احتفل بمولده بأنه صام ذلك اليوم إذن لا بأس أن نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام نقول السؤال إذا أردت أن تحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فأعلم أنه كان يحتفل كل أسبوع وليس كل عام مرة واحدة ثانيا كان يحتفل بالصيام وحده وليس بشيء سوى ذلك فإذا أردت أن تفعل ذلك فعليك بالصيام يوم اثنين أما هذا الاحتفال فهو بدعة منكرة لا يقربك إلى الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر